احنا في الفقرة دي نتكلم عن كاس الروم الأفريقية وتحديداً كوديفوار بطل هذه البطولة والتحول اللي حصل لكوديفوار من البداية حتى النهاية وهبدأ بخليفة كونه هو أكتر واحد كان مؤيد جداً ومتوقع جداً إن كوديفوار هتكسب هذه البطولة بعض الناس خالي تكريد في أزال أمر وقال لك ده فلان وفلان وفلان اللي قالوا إن كوديفوار هتكسب بطولة بس خليفة يعني تقريباً كنا كل ما نجي نقعد هنا يقول لي أي كوديفوار فيش غير كوديفوار اللي هتكسب البطولة صحة ولا أنا فاكل غلط كان فيه رحمة خالي التوفيق كان بيقولك مرة كاتب حاجة كده جميلة قوي بيقولك واحدة زوجة يعني بتقول إن زوجة خبير قوي في ثبات الخيول قبل ما السبق يبدأ بيقول لها مين اللي حكسة بالخيل اللي حكسة بالسباء وبعد ما السبق يخلص بيقول لها ليه الخيل ده ما كسبت للسباء لا فكرة يا ناس انت أقولت إيه كده لا اللي حزن في أول لقاء ضد غينية الاستوائية أيوة ورغم رغم سواء لا ضد غينية بساو غينية بساو ورغم إن كوديفوار فازت يوميها بس أنا قلت ساعتها إن شكل كوديفوار كده مش يعني مش جاب مش كويس وجاءت علي يومك هجماتك كتير وقلت الله يا جملة قلت يا تغير من أسلوبها يما هتخرج بدري أيوة حزن لي بقى كنا سواء كريم يوم مطش مصر أيوة فكوديفوار خسرت يوميها أربعة من غير الاستوائية فأنا إيه تحمزت بقى قلت إيه أنا وجد نظري طلعت صحة أيوة أنا قلت له كوديفوار مش هتكمل فبعدين إيه حد من عندك في العديد قالك نجيب الفيديو بعدين شواء قلت إيه ما بلاش أنا يتكملوا يعني أنا برضو كان عندي الأحساس الهاجز إن هم يتكملوا بس هو اللي حصل وفعليا كنت في فوار غيرت فعلا من أسلوبها يعني عشان ما بس ما نبقاش برضو إيه أنا قلت الجملة والله كانت حرفيا يعني غيروا من أسلوبهم يا إما هيخرجوا بدري هم فعلا كانوا على مشارف الخروج بدري بس أنا صراحة برضو متلقاش إن هم حتى لو غيروا من شكلهم إن هم ياخدوا البطولة صح يعني هو إنه الجيل ده كمان من كوديفوار مش مش زي أجال سابقا كتير قوي يعني جيل عادي جدا مفروش حاجة مكسرة هو أستفاد بقى من كل حظوظه يعني لعب على كل السيناريوهات واستفاد من كل حاجة لو حنتكلم بس هم فنيا فيه حاجات يتعملت أيوة ممكن كانت الحاجات اللي اتعملت دي ما تخلوه مش اكساب البطولة بس هي ساعدتهم مع إنه الظروف الثانية اللي زي اللي زي اللي زي اللي جات بقى بلاس تسعين والحاجات اللي زي دي لا بس هم عملوا جزء مهم من الهومورك اللي عليهم لو نيجي أبرز حاجة كريمة حنبص على تشكيلهم قدام ناجيريا في دور المجموعات كان عامل إزاي كان بيلعبوا ثلاثة أوسط فيهم بس إبراهيم سينجاري بس اللي بيدافع وفرانك كيسي طاير أول قدام وسيكوف وفانا طاير أول قدام ده نفس الأسلوب اللي اتبعوه طول دور المجموعات كانت حاجة أشبه بأربعة واحد أربعة واحد هما الاتنين التمانيات بتوحهم كانوا طايرين وبيلعبوا في مناطق عالية جدا من الملعب لو معنا الصورة اللي فيها تشكيل حنبين إنه هما كانوا بيلعبوا يعني بديفندر واحد اللي هو إبراهيم سينجاري جم بعد كده من المشاط من أول مشاط السنغال مع إمري سفيا ما مسك تعال نشوف حتى التشكيل في لقاء السنغال يا ريت لو معنا التشكيل في لقاء السنغال شباب قولنا شباب له الحاجة مش جاهزة أو جاهزة لو مش جاهزة نتكلم معادي الناس تبقى معنا دخل جن ميشيل سيري اللي هو لعيب فولهم ده التشكيل في لقاء اللي كنا نبدأتكلم عن اللقاء نهجيرية الدور الأولاني اللي كان في دور المجموعات ده إبراهيم سينجاري وسيكوف وفانا وفرانك كيسي هات بقى اللقاء السنغال اللي بعديه كان أبرز التغييرات اللي اعتماد على جن ميشيل سيري جنب إبراهيم سينجاري ده كان أصعب لقاء لكوت دوفور فلعب بالتنين اللي بيسترجعوا الكورة تمام؟ وده كمل بعد كده حتى لما لعب في النهائي بديفندر أساسي واحد كان الاختيار لجن ميشيل سيري اللي لعب من أول ماتش سنغال وكمل بيتي البطولة طب ده ليه؟ تعال نشوف أرقام جن ميشيل سيري ضد السنغال في استرجاع الكورة تعال نشوف بقى الأرقام هم تلت ده هنا ده تشكيلين نهائي تعال بقى نشوف أرقام جن ميشيل سيري ده جن ميشيل سيري هات الصورة اللي بعديها اللي فيها الأرقام ده ضد السنغال رجع الكورة كم مرة؟ دي هنا خمستاشر مرة في التحمات أرضية والإريال بص هنا الأرقام خمستاشر مرة ضد السنغال بيرجع الكورة وبيعمل فولات وبياخد فاولات الأرقام الدفاعية كلها مميزة تعال نشوف أرقامه في الفاينال هتلاقي 12 كور بيخش بالتحامات 12 كور جمي شيل سري في الفاينال أداء دفاعي قوي هات الصورة اللي بعديها محمد أفضل عدد من كورة بالضبط 12 مرة برضو رجع الكورة لكوت دفوار 10 مرات تعال بقى نقارن بأرقام إبراهيم سينجاري اللي هو الدفندر الأساسي في لقاء ناجيريا في المجموعات يعني هنا شوف رجع الكورة كم مرة بص بقى في الأرقام هات الأرقام بس اللي بعديها المهمة جدا ده إبراهيم سينجاري حتى بص الصورة بهتة ازاي وبيتحرك في الملعب كله كانت حرية زايدة أول وسط ملعب كوت دفوار تعال نشوف الأرقام نفسها خلينا فاكريني هناك كان 15 و 12 بص هنا الأرقام كان عاملة ازاي كريم 6 التحمات الرجل دخل في يعني ده الدفندر الوحيد في الفريق دخل أصلا في 6 التحمات أرضية يعني احنا هنا بنتكلم على الفرقة كانت خط وسطا تقريبا بدون دفندرات ناس كلها طائرة وكذا وكذا فكانت النتيجة الكارسية اللي كانت حتقدي لخروجها فامريس في عمل حق مش شرط ان انت تكون شايف ان كنت دفور كانت عاملة أفضل أداء بس هو على الأقل صلح في جزء مهم جدا في الجانب الدفاعي غير كمان الإضافة اللي جميع خلينا نبقى نتكلم عليها بعدين لو جلنا نتدور بعشان شاب يتكلم شوي